مرلمانية تؤكد أن مجلس النواب يواصل منقشة مصير قانون الإجارة القديمة أهلا بكم قبل ما أبدأ معاكم تفاصيل هذا الخبر أدعوكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد ولا تنسوا دعم المقطع بلايك أكدت النائبة نيفين حمد عدو مجلس النواب وعدو لجنة الشؤون الأفريقية بالمجلس أن مجلس النواب يواصل منقشة مصير قانون الإجارة القديمة خاصة بعد تأكيد الحكومة عدم طرح أي تعديلات جديدة تتعلق بإخلاء العقارات المؤجرة لغرض السكن في التوقيت الحالي فيما اعتبر البعض بشر لقطين هذه الوحدات لاسيمة بعد تردد شائعات عن إخلائها وأشارت عدو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب أنه لم يتم طرح إخلاء السكام من وحداتهم المؤجرة لغرض السكن من نظام الإجارة القديمة مؤكدا أن ما تداول في هذا الأطار لأساس له من الصحة موضحا أن المجلس حتى الوقت الحالي لم يتسلم أي مشروع قانون جديد يتعلق بتعديل قانون الإجارة القديمة مشير لأن هذه القضية لتزال محل بحث ودراسة وأضافت نيفين في تصريح خاص لها اليوم أن بقاع الوضع على ما هو عليه يضر بمصالح الكثير من ملاق العقارات التي تعجل وحدها السكنية بنظام الإجارة القديمة مع التغافل عن انهيارات بعض العقارات القديمة على حد قولها لا سيمة أنهم تم بناء بعضها منذ عشرات سنة موضحا أنه سيجري رفع الدعوة القضائية أمام معكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة وتتواصل مع عدد من المشروعين وأعضاء مجلس النواب لا سيمة في لجنة الإسكان لطرح الحلول التي يمكن أن تحقق التوازن في العلاقة بين المالك والمساجر كما جرى تقديم اقتراحات في هذا الصدد أبرز إخلاء الوحدات الموجرية لمن يمتلك شقة سكنية أو يمتلك شركة أو على أن يتم ترك الشقة الموجرية لمن يستحق وحالته المادية لا تسمح بتملك وحدة سكنية بحسب تعبيرها والجدير بالذكر أن مجلس الوزراء أصدر بياناً إعلامياً بشأن آخر أخبار قانون الإيجار القديم قال فيها أن الحكومة ممثلة في مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء كانت قد زفت بشرة للسكان قاطين الوحدات الموجرة بنظام الإيجار القديم إذا نفت ما تردد في وسائل الإعلام بخصوص طرح مشروع قانون إخلاء الساكنين المتعقدين بنظام الإيجار القديم من منزلهم كما نفت وزارة العدل أيضاً تلك الأنباء مؤكداً أنه لا صحة لطرح الحكومة مشروع قانون بخلاء الساكنين المتعقدين بنظام الإيجار القديم من منزلهم وشددت الحكومة في بيانها على أن مشروع القانون الذي تمت المفاق عليه من قبل الحكومة يأتي بشأن بعض أحكام قانون إخلاء الأماكن الموجرية للأشخاص الاعتبرية لغير الغرض الساكني مع فتر السماء خمس سنوات وزيادة محددة في الكيمة الأجرية خلال هذه الفترة ولا علاقة له ناهياً بالأماكن الموجرية للأشخاص العادية للغرض الساكني ترجمة نانسي قنقر